اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الطرق دي كلها هي طرق بسيطة وهتلاقوها تعاملاتها سهلة بإذن الله الفكرة بس ان انت تبقى عارفها وتبقى عارف الخطوات الخاصة بيها وزي ما قلنا هو لو طلب طريقة معينة او مست معينة احنا بنمشي بيها اما لو ما طلبش حاجة معينة انت بتمشي بيه الطريقة الانسب لك وفي النهاية بنقول دايما طريقة الستاندرد هتلاقي هي الطريقة الاسهل في التعامل ودي دايما اللي انت بتلاقي نفسك بطبعة طيب احنا حاليا هنبدأ زي ما تعاملنا برضو في المالتبليكيشن هنبدأ ناخد كل مست من دول ونشوف الخطوات الخاصة بيها وبيكون ده كمان من خلال اكزامبلز والدنيا هتبقى سهلة ان شاء الله نفتكر الاسهامي كده سريعة وهي تقريبا نفس المساميات فالموضوع سهل اريا موديل وفيه البارشل كوشن موديل وي الاستيماتينج وي الاستاندرد اريا موديل وبارشل واستيماتينج وي استاندرد طيب النهاردة هنبدأ اول ميسود معانا وهي طريقة الاريا موديل وزي ما قلنا هي ليها ستيبس وخطوات هنمشي عليها طيب الاكزامبل اللي عندك هنا بيقول لك ديفايد 615 ديفايد 3 طيب هقول لك اول ما بسمع اصلا كلمة اريا موديل على طول بعرف ان انا هرسم شكل ريكتانجل بالشكل اللي قدامنا ده وهقول لك انت هنا هتحط قيمة الديفايدر اللي عندك 3 والاستيمة اللي بعد كده هتبدأ تفكر ان ال615 ده تبدأ تعمل النمبر ده حاجة زي دي كومبوز بتقسم النمبر هو عبارة عن 600 بلاس 15 صحة ولا لأ طيب يبقى انا كل تفكيري ان شكل الريكتانجل ده هيبقى بتقسم كده ان انا هعمل عملية حسابية هنا بحيث ان القيمة هنا تبقى 600 وهنا القيمة هنا هتبقى عبارة عن 15 تمام طيب فاكرين ما كنا بناخد ملتابلكيشن وكتب اقول الجزء ده بينتج نتيجة ده تايمز لده او كتب نكتبه فوق مش مشكلة مكتوب فوق او تحت مش فارق طيب هعمل ايه حاليا هابدى اقول يا طرى سري طايمز كام يديك 600 طيب كلنا شطار واكيد هنعرف سري طايمز 200 لان احنا فهمنا فكرة الفاكت نمبرز الاساس سري طايمز 2 6 وادي 2 0 بين 0 2 0 طيب يا طرى سري طايمز كام بيدي 15 طب ما احنا برضو شطار واعرفين ان سري طايمز 5 ايكوال 15 يبقى احنا كده حصلنا على الشكل لي الاريا موديل واكيد تحت هنا في 200 وهنا في 5 بالشكل ده تمام فلاقي السليوشن معاك قدينا بدأنا نقسم بالشكل ده دي كومبوز للنمبر وبدأنا نكتبه بالشكل ده وزي ما انتو شايفين اني مفيش رميندر زيرو ويبقى الناتج او الكوشن عندك بيبقى عبارة عن النمبر ده بلاس النمبر ده يعني 200 5 نرجع تاني يبقى لو انا عايزة اكتب الكوشن بتاع حاجة زي كده هقوله عبارة عن 200 5 ده كده الكوشن بيبقى النمبر ده بلاس النمبر ده تمام تعالوا نأكد الموضوع من خلال اجزامبل تاني بيقولك عندك النمبر ده 69 وتعالوا نشوف السليوشن ونشرح عليه على طول هقولك 69 مش هي عبارة عن 60 plus 9 واحنا قلنا ادي شكل ريكتانجل ابقى انا عارفة ان الديفايزور هنا 3 وعارفة هكتب هنا 3 times value معينة هيديك 60 اللي احنا قلنا عليها هنا تمام وعارفة هنا برضو ان 3 times حاجة هتديك 9 اللي احنا قلنا عليها هنا تمام طب واضح طبعا ان 3 times 20 equal 60 وان 3 times 3 equal 9 يبقى السليوشن لو هنا كتبنا هنا 20 وهنا 3 يبقى السليوشن او الكوشن الناتج من ده هو عبارة عن 20 plus 3 عبارة عن 20 plus 3 يعني 23 بالشكل ده يبقى 69 divided 3 equal 23 يبقى هي دي الاستيبس الخاصة بالارية موديل ولو انتوا فعلا كنتوا فاهمين الجزء الخاص بالمولتيبليكيشن والارية موديل الخاصة به هتلاقوا وحنا بنطبق الاستيبس هنا في الديفايزور هتلاقي نفسك انت عارفها لان دي تقريبا مش حاجة جديدة بينولا تمام بس لو تفتكر في المولتيبليكيشن كان بيبقى عندك ده وعندك ده وانت بتجيب النمبرز اللي جوه التابل او جوه الريكتانجل اللي عندك بس هنا المرة دي العكس النمبر اللي جوه الريكتانجل هو اللي عندك وانت بتجيب الجزء ده اللي ناقص معنا طيب نشوف كمان اكزامبل عندك الاكزامبل ده وتعالي نشوف السليوشن ونشرح عليه على طول 825 هي ايكوال ايه؟ ايكوال لـ 800 بلاس 25 يبقى انا تفكيري كده هعمل ريكتانجل فوق وعارفة هنا الديفايزور 4 عارفة هنا ان في حاجة لازم تطلع 800 ومبدئيا هنا حاجة هتبقى 25 خليها على جنب دلوقتي انا علشان اجيب الـ 800 واضحة جدا انها 4 بقى x 200 تمام يبقى تحت كده في 200 خلي بالك ممكن اكتبها تحت او اكتبها فوق مش هتفرق مش هتفرق حاجة طيب اركز بقى في الجزء المتبقي عندك هو 25 انا شافة 25 و 4 وعلى طول اقدر اقول ان 4 x 6 4 x 6 ايكوال 24 وقلاقي ان كده متبقي حاجة 1 ارول ان انت عندك 25 هي عبارة عن 24 plus 1 طبعا الموضوع ده بيبقى سهل لو انت فكرة الـ numbers والـ times table انت فاهم فاهم وعلى طول اول ما يشوف number زي 25 اعرف ان اعرف حاجة ليه هو 24 وان الـ 4 x 6 24 فالموضوع اكده هيبقى سهل عليك لو انت فاهم الحاجات دي كده كلها طيب المهم وصلنا ان احنا كده السليوشن المتبقي معاك هنا طبعا هنا هيبقى سكس كده يبقى 200 plus 6 200 سكس ومتبقي معاك ريميندر وان يبقى ده كده السليوشن معاك 200 سكس وفي ريميندر وان متبقي معاك نشوف كمان الـ المتبقي معاك ده عندك آآ سري ساوزاند سكس هندر دفايد سكس كلنا شطار وعارفين طبعا ان السكس تايمز السكس اكوال سرتي سكس تمام فلما اقول لك لما اقول لك سري سكس وتو زيروز بالشكل ده اعرف على طول ان ده نتيجة ان السكس تايمز السكس وادي تو زيروز اهو تمام فبيبقى عندك آآ دي سري سكس تو زيروز وبيبقى هنا آآ دي السكس وهنا السكس هندرد اللي عندنا يبقى طبعا الكوشن لحاجة زي كده هيبقى سكس هندرد ونوريميندر مفيش متبقي عندك طيب نشوف كمان مجموعة الـ احنا كده خلاص يا جماعة خلصنا فكرة الـ زي منتوا شايفينها هي قد ايه سهلة بس معتمداء على ان انت برضو لو انت فاهم اللي فات كويس الموضوع هيبقى سهل جدا معك هتحس خلاص ما بنقولش حاجة جديدة طيب بيقولك شكل الـ الـ اللي قدامك ده واده النمبرز موجودة عليها وبيقولك جيب لي انه اختيار من قدامك هيبقى اصح حاجة طبعا هلاقي السليوشن نمبر ايه جاه من ايه يا جماعة عندك هنا فايف هندرد وهنا ففتين يعني فايف هندر ففتين ديفايد فايف لين الديفايزور هنا فايف تمام ديبقى السليوشن نمبر ايه 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 اللي بعدو بيقولك عندك النمبر 828 وقولي بقى انه الشكل اريا مودل طبعا اول حاجة هبص على ديفايزور فور يبقى معنا فهلاقي مثلا نمبر ايه و سي و دي معنا طيب تمام تاني حاجة انا عارفة ان الـ 828 قدر اسمها 800 بلاس 28 خلاص هجيب حاجة يبقى متوفر جواها 800 بلاس 28 طيب بصوا كده معي هلاقي هنا 800 وهنا 28 طيب هنا كمان 800 وهنا 28 كويس وهنا قلنا ديفايزور فور طب ما كده يبقى نفس السليوشن اخطر ايه هقولك ركز بقى ساعاتة بقى ركز في كل النمبرز كويس ركز في كل النمبرز كويس هنا ايلك 800 اكيد نتيجة 400 و 28 اكيد نتيجة 400 طيب لكن شوف هنا عمل لك ازاي طبعا هنا قلنا 200 بينزل هنا شوف هنا عمل لك 800 كده الجزء كده غلط الكتابة الصحة انك بتعمل 200 ان 200 طيب زي الفور اهو بيديك 800 ده كده الشكل المظبوط معك اذا هلاقي السليوشن نمبر C اكزامبل اللي بعده بيقول لك عندك الشكل برضو الاريا موديل وبيقول لك جب لي الجزء النقص تمام وبيقول لك الاندرد فور 148 طيب مش الاول ممكن خلي بالك احلل لك كل حاجة وقال لك في 24 وفي ريميندر 4 يبقى الاول ريميندر 4 يبقى انت شيل 4 من النمبر ده يبقى النمبر ده 1 4 4 تمام وكمان شيل من 24 اللي قال لك عليها يبقى لو انا شلت 24 هيتبقى معاك ايه كده يا جماعة هيتبقى لو شلت من النمبر ده 24 هيتبقى 0 وقادي 2 1 يبقى اذا النمبر ده كده اكيد عبارة عن 120 تمام وعندك 6 6 times كام يديك 120 مش اكيد 6 times 2 2 20 بالشكل ده لان 2 times 6 equal 12 وقادي 0 يبقى هختار الحاجة اللي هي 6 times 20 نبص كده في الاختيارات مع بعض هلاقي ان solution number B هو solution الصح معنا طيب نشوف الاكزامبل اللي بعده بيقول لك 93 divided 4 هلاقي solution equal B اللي هو 23 remainder 1 طيب طبعا واضح جدا الجماعة بس لو انت مش عارف انك تعرف على طول ان 92 divided 4 equal 23 قدامك فكرة انك تجرب يعني جرب كده 4 times 24 25 هتلاقي مش نفع جرب 4 times 23 هتلاقيها اديت لك 92 وفيري مندر 1 يعني 93 فهتلاقي solution ده معاك مظبوط طيب او طبعا تعمل طريقة ال area model وجرب اعمل ال steps الخاصة بيها اللي احنا شرحناها او باذن الله لما الفيديو اللي جاي هتاقض طريقة ال standard هتلاقي انها من الطرق السهلة جدا اللي انت تقدر تجيب بيها value لسؤال equation اللي هي السؤال division لحاجة زي كده هيبقى سهلة جدا طيب بس حاول النهاردة تجرب طريقة ال area model علشان تتدرب عليها وانت بتحل مجموعة الاكزامبل اللي في الاخر دي طيب نشوف الاكزامبل اللي بعده بيقول لك عندك ال number 372 divided 6 لو مشيت بال steps الخاصة بال area model هتلاقي solution معاك هيطلع 62 number C اكزامبل اللي بعده بيقول لك عندك فارمر بيستعمل كارتون من ال edge تمام وبيقول لك لو 6 edge fit into edge cartoon how many cartoon will need for 312 edge يعني لو كل كارتون هيشيل 6 من ال edge وبيقول لك لو انت عدد ال edge كله 312 يبقى محتاج كارتون واضح طبعا انه هيبقى division هتقول 312 divided 6 ولما نطبق ال steps الخاصة بال area model هتلاقي solution تطلع معاك 52 كارتونز تمام احنا كده جماعة نبقى خلصنا الفيديو ويصدقوني فكرة area model هي سهلة حاولوا بس انتوا طبقوا باديكوا كده كم اكزامبل كده وهتلاقوا الموضوع سهل وحاولوا برضو تبقى فاهمين الجزء الخاص بال area model في الملتبليكيشن لو انتوا فاهمينها كويس في الملتبليكيشن هتلاقي تطبيقها في ال division هي هي وما بنقولش حاجة جديدة والموضوع هتلاقيه سهل بإذن الله طيب نشوفكم على خير يا جماعة الفيديوهات اللي جاية وحنا كده نبقى خلصنا الفيديو النهاردة وفي نهاية الفيديو بفكركم لو دي اول مرة تشوفونا ياريت تشاركوا في القناة وتفعلوا الجرز علشان يفصل لكم كل جديد بنقدموا وكمان لو تستفادوا معانا عملونا لايك وشيروا الزمائلكو علشان الكل يستفيد بأمر الله نشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته